موسيقى هو شخص بوقعي في هذه الجريمة وسقوطي في هذه الجريمة تفقد الحركة الإخوانية أحد أهم الأدراء الإعلامية أنا كنعتبره كفاءة إعلامية هذا موضوعي أنت نقولها نختلفوا معا ما نختلفوا شي معا نكونوا ضدوا ما ضدوا نختلفوا في الإيديولوجيا ولكن كفاءة إعلامية لكنه استغل الكفاءة الإعلامية وبذكرتك بجرائم ضد المرأة المغربية والفتاة له ونضال لكل شريفة البلاد يريد تقدم حيث لا يمكن أن تعيش مع قوانين مع مجتمع تحتق المرأة وتشوف فيها أنها فقط مجرد المادة للعقاد الجيسية للرجل أرى لا يمكن أن تتمح يكون صاحب ما صاحب يشوف للجيسية أرى هل لك يوقف موقف المعادي للمرأة في المغرب لا عمل معه ولا تقتفيه نهائيا وحزب العدلة أحد أكبر المؤسسات سياسية في المغرب لمناهضة حقوق الإيسان ومناهضة حق المرأة ومناهضة الحق في التنية إنها شبكة من السياسي المتوحشين على الصعيد العالمي وتمثلوا هذه الحركة التي تمثلوا في المغرب العدالة والتنمية تخربوا البلد اقتصاديا جمعوا الفلوس تقلوا تنظيم ديالهم تقلوا تنظيم ديالهم تقلوا فلوسهم وما تحلس المشاكل للناس تيعقدوها مع النظام باش هما يقلوا نفسهم ووشي الحظة معينة باش هادي يسولوا على الحكم مع أصدقائهم وحلفائهم هذا اللي كان وبيتلف القضاء المغربي أو هات الشبكة الجبارة من تأثير أعطتنا 12 سنة بل كان رحيما جدا بتوفيق بو عشرين وكان ظالما للضحايا وسوف نستعنف الحكم وسوف نزيد من نضالنا داخل المحكامة بدفعاتنا ومزيدا من الشرح والتوضيح لأفعال الجرمي الخبيثة البشعة ضد المرأة المغربية وضد المرأة العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا